بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأول من سألك ورغب إليك اللهم أعننا في شهر رمضان على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة دار السلام بسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه السلسلة الجديدة من الدروس عنوانها أنوار لا إله إلا الله وعنوان درس اليوم لماذا هذه السلسلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة أيها الإخوة التي نقرأها على أسماع من يولد من أولادنا ونكررها في صلاتنا وأذكارنا وأورادنا وأذاننا وإقامتنا ونحيا لها وبها ونلقنها لمن يقترب رحيله عننا ونستودعها عند الله أن يختم بها حياتنا وأن يحشرنا مع أهلها هذه الشهادة هي الكلمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض وجاءت بها رسول الله وهي الركن الأول في الإسلام وعليها تقوم عقيدة التوحيد أننا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وأننا نعتقد أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد المستحق وحده للعبادة لا أحد يستحق العبادة إلا الله وهو المتصرف وحده بشؤون الخلق جميعا فالعبودية لله وحده هي شطر هذه الشهادة لا إله إلا الله والتلقي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله في كيفية هذه العبودية هي شطرها الثاني وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهم مباني الإسلام الحنيف وعماد هذا الدين الحق هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولأهمية هذه الشهادة ولعظم قدرها في قلب المسلم عقيدة وفي عقله فهما ومعرفة وفي حياته سلوكا وتصرفا كانت هذه السلسلة أهم ما في هذا الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أعظم ركن من أركان هذا الدين أن تتحقق بلا إله إلا الله محمد رسول الله الكلمة التي هي مفتاح الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هل إذا واحدنا يا أيها الإخوة لم يتحقق بلا إله إلا الله يكون يعني إيمانه إما مفقودا لا سمح الله أو ناقصا بحسب بعده عن لا إله إلا الله يعمل في محل بقالة بأجرة أسبوعية منذ عشر سنوات قبل أسبوع جلب صاحب البقالة لأول مرة علب البيرة لبيعها في المحل هذا الأجير استأذن صاحب العمل ألا يبيع هذه البيرة لأن بيعها محرم عند من يؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله طبعا لا إله إلا الله يعني أنا لا أتلقى أوامري لا أطيع لا أعبد لا أوجه قلبي حبا وتذللا إلا لحضرة الله تعالى كل من يأمرني أمرا يقربني إلى الله سأطيعهم كل من يأمرني أمرا يخالف أمر الله لن أطيع ذاك الرجل سأطيع الله فأنا من جماعتي لا إله إلا الله هذا الأجير قال له للمعلم قال له يا سيدنا إذا سمحت أنا معلش ما بدي بيع البيرة لأن من يؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله يعتقد حرمتها وقال له أنا بنصحك ألا تدخلها أنت أيضا إلى المحل أنت إنسان مؤمن أنت إنسان خير بلا هاي البيرة لكن صاحب البقالة لم يسمع لكلام الأجير وألزمه ببيع هذا الصنف مع غيره من الأصناف قال له أخي أنت أجير عندي يلي بقول لك يا بتبيعه بدك تبيعه مثل ما بتبيع بعي الأصناف بدك تبيع هذا وأنه إن لم يبيعه فإنه سيصرفه من المحل ليتركه من دون عمل يا بتبيع يا بتحمل حالك وبتمشي ولأن هذا الشاب متحقق بلا إله إلا الله لا رازق إلا الله لا معطي إلا الله لا خافض إلا الله لا مغني إلا الله هذا الشاب متحقق بلا إله إلا الله فليس الرازق هو صاحب المحل وليس المعطي وليس المانع اعتذر عن مخالفة أوامر الله تعالى فصرفه صاحب البقالة فانصرف ولم يرضى مخالفة أمر من أمر الله تعالى إن لا إله إلا الله شهادة ينعقد عليها القلب ويفهم مرادها العقل وتنعكس سلوكا في الحياة ولا ريب أن الله تعالى سيكافئ هذا الشاب وسيعطيه خيرا مما ترك لأجله أكيد معقول الله عز وجل ما يكافئ هذا الشاب وهو متحقق بلا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة تقولها نعم لكن هي عقيدة تنعقد في قلبك وهي فهم في عقلك وهي سلوك في حياتك بلغت زكاته هذا العام مليون ونصف ليرة سورية ولما كانت البلد تمر بضائقة مالية وشحن في الموارد ولما كانت السيولة قليلة في يد التجار حدثته نفسه بأن يمسك السيولة التي بين يديه وأن يؤخر زكاة هذا العام إلى وقت لاحق حيث تتوفر الأموال هيك نفسه حدثته بس شو حكم تأخير الزكاة؟ عند جماهر العلماء حرام تأخير الزكاة حرام ما لم يكن هناك عذر بحيث إذا ما فاقد للمال أما أنا معي سيولة وما أدفع زكاة مالي لا إله إلا الله تقول لي ادفع زكاة المال نفسي الأموارة بالسوء تقول لي يا أخي هلأ أحبس السيولة بعدين بعدين تدفع بعدين بتشوف لا إله إلا الله لكن إيمان هذا التاجر بلا إله إلا الله أوصله إلى أن لا يستجيب لأحد يخالف أوامر مولاه ولو كانت نفسه التي بين جنبيه فأخرج زكاته كاملة محتسبا أجرها عند الله تعالى إن لا إله إلا الله شهادة ينطق بها اللسان وينعقد عليها القلب ويفهم مرادها العقل وتنعكس سلوكا في الحياة ولا ريب أن الله تعالى سيكافئ هذا التاجر وسيعوضه أضعاف ما بذل روى ابن هشان في السيرة كان بلال بن رباح صادق الإسلامي طاهر القلب وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتتوضع على صدره ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة فيقول وهو في ذلك البلاء تتذكروا أحد أحد لا إله إلا الله إن لا إله إلا الله كلمة يمطق بها اللسان وعقيدة تنعقد في القلب وفهم يكون في العقل وتنعكس سلوكا في الحياة شو صار مع سيدنا بلال أعلى الله تعالى ذكر سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرغم أمية ابن خلف تتناول هذه السلسلة أيها الإخوة أنوار لا إله إلا الله سنتكلم إن شاء الله عن معاني لا إله إلا الله عن النفي والإثبات في لا إله إلا الله عن شطري لا إله إلا الله سنتكلم عن معنى الربوبية ومعنى الألوهية سنتحدث عن ورود لا إله إلا الله في القرآن وفي السنة وفي أقوال الصالحين سنتكلم عن فضائل لا إله إلا الله وعن فوائد لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله وسنتكلم عنها أنها أفضل الذكر وأنها كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وكلمة التقوى والكلمة الطيبة والكلمة الباقية والعروة الوثقة وأنها شهادة الحق وأنها المنجع يوم الحساب وهي سبيل نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كل هذه الدروس كل هذه السلسلة وفي فجر رمضان ليتعلم المسلم الركن الأول والأهم من دينه وليتحقق الإيمان في قلبه وعقله بوجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته وعلمه وحلمه فينعكس سلوكا في حياته وتطبيقا عمليا يسعد به هو في الدنيا والآخرة ويسعد من حوله روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها قال إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا الحديث في الصحيحين إذن من شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق وأن النار حق قال أدخله الله الجنة فأي منزلة للا إله إلا الله وفي رواية لمسلم أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء وفي رواية للترمذي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار وسيأتي إن شاء الله في السلسلة شروح لهذه الأحاديث وروا أحمد عن سهيل بن البيضاء يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة وروا أحمد عن أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي فقال أبشروا وبشروا من وراءكم أن من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة أبشروا وبشروا من وراءكم أن من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها صادقا بها صادقا بها نتقا وصادقا بها اعتقادا وصادقا بها فهما وصادقا بها سلوكا قال دخل الجنة فخرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشر الناس شغلة كبيرة قال فاستقبلنا عمر قال له ان شو الأصة فرحانين كثير قالوا له كيت وكيت وكيت قال فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله إذن يتكل الناس يزهر من قلهم أن شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة لا يأمي تكله خلاص أخي أنا بس بقولها الكلمة قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة أنت مو بس تقول هذه الكلمة هذه لا إله إلا الله صادقا بها قول واعتقاد وفهم وسلوك وستأتي شروح إن شاء الله داخل السلسلة لكن نحن الآن في مقدمة هذه السلسلة لماذا عقدنا هذه السلسلة روى الإمام أحمد بإسناده عن يعلى بن شداد قال حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب قلنا لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب قال أغلق الباب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله والله يلأ أنتم يا أخوان ويا أخوات ارفعوا أيديكم والله يرفع أيديكم وقولوا لا إله إلا الله ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله قال فرفعنا أيدينا ساعة يعني برهة ونقول لا إله إلا الله قال ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف المعاد ثم قال أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم يا رب تجعلنا من هؤلاء يا رب أنت يا أخوان أبشروا 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 فإن الله تعالى قد غفر لكم قالوا لا إله إلا الله نشهد بس اشهد اعقد عليها قلبك وجوارحك افهم معناها وهذه الدروس نفهم معناها واجعلها سلوكك في حياتك رائدك وقائدك في حياتك لا إله إلا الله لماذا هذه السلسلة؟ واحد هذه السلسلة عقدناها يا أخوان هي أساسها لنفهم هذا الدين وهذه الشهادة وهذا الركن الأعظم من الإيمان فهما حقيقيا هذا هو الهدف الرئيس لكن الآن في أربعة بنود لماذا عقدت هذه السلسلة؟ واحد امتثال أمر الله تعالى ليش سلسلة لا إله إلا الله؟ الله قال فاعلم حاضر يا رب سنعلم ونتعلم ونعلم لماذا هذه السلسلة؟ لأن الله قال فاعلم مو بس فقول فاعلم ولا أبلغ من هذه الآية في الحض على مثل هذه الدروس في الحض على معرفة هذه الشهادة وعلى تعلم مقتضاها والمراد بقوله فاعلم في هذه الآية أي أطلب العلم بمعنى هذه الشهادة واثبت على هذا العلم وعمل بهذا المعلوم قال أبو السعود في تفسيره أي إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد والطاعة وأن مناط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية والعمل بموجبه جاء في تفسير روح البيان فاعلم أنه أي الشأن الأعظم لا إله إلا الله أي انتفى انتفاءا عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم أي إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد والطاعة وأن مناط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية والعلم بموجبه وقدم العلم على العمل فاعلم وقدم العلم على العمل لأن تتمت الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين منبها على فضل هذا العلم منبها على فضله واستبداده بالمزية عليه ولا سيما العلم بوحدانية الله تعالى فإنه أول ما يجب على كل أحب والعلم أرفع من المعرفة ولذا قال فاعلم ولم يقل فاعرف لأن الإنسان قد يعرف الشيء ولا يحيط به علما فإذا علمه وأحاط به علما فقد علمه والعلم بالتوحيد العلم بلا إله إلا الله من قبيل العلم بالصفات لأن الوحدانية صفة من الصفات فلا يلزم أن يحيط بكنهه تعالى أحد فإنه محال إذ لا يعرف الله إلا الله أنت بدك تعلم صفات الله تعالى لذلك كانت هذه السلسلة فاعلم أنه لا إله إلا الله لذلك كانت هذه السلسلة أنوار لا إله إلا الله فلما أمرنا الله تعالى بأن نتعلم شهادة التوحيد التزمنا أمره وعقدنا هذه الدروس لماذا هذه السلسلة؟ واحد لامتثال أمر الله تعالى اثنين لتثبيت الإيمان في القلوب بتوحيد الله تعالى والله يا أخوان نحن بحاجة أن نثبت هذا الإيمان في قلبنا لأن شدائد الحياة التي تطوف بنا أحيانا بعض الناس خاصة إذا كانوا بعيدين عن مجالس العلم ومجالس الزكر وعن العلماء ربما يوسس لهم الشيطان فيبعدهم لأن المرأة في الحياة يتعرض لقلاقل وبلابل وتلقى في طريق المؤمن الشبهات والشهوات فتأتي مثل هذه الدروس لتثبت الإيمان في القلب وتزيل الران عنه والوهم عن العقل والفتور عن العمل أحيانا في من يلقي في دربك شبهات فأنت بحاجة إلى تثبيت لا إله إلا الله في قلبك أحيانا تلقى أمامك شهوات فأنت بحاجة إلى أن تثبت الإيمان في قلبك أحيانا تعرض عليك مغريات فأنت بحاجة لمثل هذه الدروس لتثبت الإيمان في القلب بلا إله إلا الله لماذا هذه الدروس؟ واحد لامتثال أمر الله تعالى هو قال لنا فاعلم أنه لا إله إلا الله اثنين لتثبيت الإيمان في القلوب بتوحيد الله تعالى ثلاثة لحفظ أنفسنا من الضياع وحفظ مجتمعاتنا من التشتت والتشرذن فلا إله إلا الله كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة تجمعنا لا إله إلا الله عندما يتحقق بها أفراد المجتمع لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله بل يعلمون معا ويعملون معا فيما يوصلهم إلى سعادتهم في ظل أوامر الله ولا يرضى أحد من أفراد المجتمع الخضوع والذل إلا لله تعالى فيذود عن دينه ويذود عن بلده وعرضه وأهله ولا يخضع لعدو متجبر ولا يستكين لخصم متكبر فلا إله إلا الله تورثهم عزة لو طالوا الجبال لطاولوها تتذكروا قصة عبد الله بن حذاف السهم عندما أسرته الروم فقيصر عظيم الروم جابه وطلب إليه أن يخرج عن لا إله إلا الله لقاء أن يعطيه ملكه كاملا ما أرضي هدده وخوفه لم يرضى طلب إليه أن يكون مع الروم ضد المسلمين منعته لا إله إلا الله فلا إله إلا الله تورث الناس عزة لو طاولوا الجبال لطاولوه إن فهم حقيقة فهم حقيقة لا إله إلا الله تورث أبناء المجتمع عزة ينافحون بها عن دينهم وبلدهم وعرضهم ومالهم فيحمون أنفسهم من التشتت والتشرذم ولهذا جاءت هذه الدروس أما الأمر الرابع الأخير لماذا هذه السلسلة؟ هذه السلسلة أولاً امتثالاً لأمر الله ثانياً لتثبيت الإيمان في القلوب ثالثاً لنحفظ أنفسنا من الضيع ومجتمعاتنا من التشتت والتشرذم رابعاً وأخيراً زيادة حب الله تعالى في القلوب طبعاً لما تكثر من ذكر الله تكثر من ذكر لا إله إلا الله يأتيك حديث مراراً ومراراً عن حضرة الله تعالى يزيد الحب في القلب إذ إن كثرة ذكر المحبوب جل جلاله وتكرار الحديث عن صفاته وأسمائه يضرم نار الحب ويزيد حرارة الشوق ويوقد وهج الجوى فيا مطرب الأرواح من طيب ذكره أعد ذكر من نهوى وفي الحب روحنا ودند بمعشوق القلوب وحسنه وشنف قلوب العاشقين وأطربنا إذا زمزم الحادي وغنى بذكره تمايلت الأشباح شوقاً إلى المعنى فمن ذاق من طعم المحبة قطرة يهيم إذا الحادي بمحبوبه غنى وليس له شغل سوى ذكر حبه ويطرح فيه الجاه والنفس والكون فللحب أهل فيه باع نفوسهم وحن له شوقاً إذا الليل قد جنى فكثرة الحديث عن لا إله إلا الله تزيد حب الله تعالى في القلوب ختاماً أيها الإخوة لهذه الأربعة جاءت هذه السلسلة من الدروس امتثال أمر الله تعالى وتثبيت الإيمان في القلوب وحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من الشتات وزيادة حب الله تعالى في القلوب اعلموا أن التوحيد هو أن يشهد المؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الشهادة يلج في الإسلام يشهد بها عقيدة في قلبه وفهماً في عقله ونطقاً بلسانه وسلوكاً في حياته والتوحيد هو المداية والنهاية والوسط وإنما حظ المسلم من إسلامه بقدر حظه من هذه الشهادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله